خلينا نطلع نشوف مع حضراتكم فيديو ووجه السيد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون حيث سفرت الجهود عن ضبط 21 عنصرا إجراميا للشديد الخطورة وضبط 908 قطعة سلاح نارية وتنفيذ عدد من الأحكام يمكن كبير جدا في الفترة دي وواضح نشاط كبير لوزارة الداخلية نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 7104 قضية تمونية متنوعة وضبط 1416 قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبطات بلغ 9613 أرقيلة إضافة إلى غلق 4322 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 93937 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 93126 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 811 شخصا لم يسدد الغرامة المقررة وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط 8720 قضية تمونية متنوعة من بينها 167 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 583 استوانات بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ 78705 جنيه وضبط 17 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 146232 لتر مواد بترولية تم تجنيعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى 8536 قضية تمونية بمضبطات وزنت أكثر من 1081 طن صلع غزائية وتمونية من بينها قرابة 327.5 طن صلع غزائية غير صالحة للاستهلاك الأدمية وأكثر من 47 طن صلع تمونية مدعمة لبيعها في السوق السوداء وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 243.290 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 37.416 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6198 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 494 سائق منهم كما تم المرور على 188 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 427 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية ثلاثة سائقين منهم كما تم فحص 954 حافلة مدارس تبين مخالفة 238 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2629 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع واحد وثمانين ألف وتسعمائة وخمس وسبعين قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60 مليون وستمائة واثنين وتسعين ألفا ومئة وخمسة وخمسين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية والأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألف وثمانمائة قضية في مجال التهرب الضريبية والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وثمانين مليون ومائة وخمسة واربعين ألف جنيه مصرية وأخترت مصلحة الضرائب لفحصها جهود أمنية تبزلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن جهود أمنية تبزلها وزارة الداخلية ونحن نتوجه لوزارة الداخلية بكل الشكر على هذا المجهود الملموس الواضح جدا في الشارع المصري فعلا تحس الأمن هو تواجد وجود مش تواجد مش لازم يبقى جنبين عسكري عشان يبحثين بالتواجد الأمن في الشارع كل الشكر لوزارة الداخلية